السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء إليكم تفاصيل أخبار الآن كذبت الوقائع التي زعام النظام الجزائري أن مراسم الاستخبال التي حضي بها الوزير المغربي ناصر بوريطة هي نفسها التي خصت بها باقي الوفود العربية المشاركة وهي كذبة كبيرة صدقها النظام الجزائري لوحده في الوقت الذي سارعت بعض الدول إلى حفظ ماء وجه النظام العسكري كما فعل وزير الخارجي الموريطاني والذي قام باستقبال ناصر بوريطة في بلاد العسكر وهو ما يضع رمطان العمامرة في موقف محرج مع باقي الدول المشاركة كما يضح النظام الجزائري في حجمه الحقيقي بدوره خرج المدير العام السابق لليسكو برسالة واضحة ومباشرة للجزائر حيث قال من الأعراف الدبلوماسية أن تتعامل الدولة المضيفة لأي اجتماع مشارك مع المشاركين بالياقو واحترام قبل أن يضيف عبدالعزيز تويجر يجب التعامل بالياق واحترام للأنظمة والإجراءات المقررة في أي منظمة جامعة وتجاوز ذلك يدل على تهور وقصر النظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر